اتلوا ما اوحي إليك من الكتاب وقموا صلاة إن صلاة تنهى الفعشاء والمنكر ولدك الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادل أهل الكتاب الله بالذي هي حسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وقولوا آمننا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن لهم مسلمون وكثالك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتينهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلم من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب الموطلون بل هو آيات بيناتنا في سدور الذين أوطن علم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقولوا أو لأنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكلم أننا أنزلنا عليك الكتاب يسنى عليهم إن في ذلك الرحمة وذكراني قوم يؤمنون قل كفى بالله بينهم وبينهم شهيدا يعلموا في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولاك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل تسمى لجاء من العذاب ولأتي منهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وأن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغساهم من عذاب من فوقهم ومن تحت أجلهم ويقول يدوكم ما كنت تعبن يا عبادي الذين آمنوا إن أرد رسعة فإن يفعون لكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا صالحات لنهوا بأنهم من الجنة غرفا من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجل العالمين الذين صلصوا على ربهم يتوكرون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يأذبها وأن يأذبهم وسميع العالم ولئن سألتهم من خلق السماوات وأضوى سخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنا يفقون الله يأذب الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله إن الله بكل شيء يعلم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أنفحيا به الأرض من بعد ما وذهل يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعتلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ونعبه وإن الدار آخر يطلق الحياة والموكان يعلمون فإذا رقبوا فينكم دعوا الله مخلص له الدين فلما نجاهوا يبري إذا هم يشرقون ليقوموا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولو أن ناجعنا حرما آمنا ويتخطق الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبدعمة الله يكفون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا حق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألفنا من غلب الدوم في أدنى الأرض وهم من بعد قددهم سيغللون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومين يفرحوا المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء الله العزيز الرحيم وعد الله لا يخف الله عادهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا لهم ظاهرا من الحياة الأدنى وهم على الأخرتهم غافلون أولو يتفكروا في أنفسهم ما خلقوا الله سماوات وأظام بينهما إن لنحك وجر مسمى وإن كثيرا من الناس من خائرهم نكافرون أولو يأسنوا في الأرض في يوم يروا كيف كان عقبت الذين من قبل وكانوا أشهد منهم قم وتواثروا أضع عمرها أكثر منهم عمرها وجاءتهم رسلهم بالبينة فما كان الله ليظيمهم ولكن كانوا لهم يظيمون ثم كان عقبة الذين أساءوا سوءا كذبوا نعيات الله وكانوا بها يساذقون الله يوله الخلق ثم يعيده ثم إليه تجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا من شركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين أمموا وعملوا صار حذفهم في رضط يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء آخرة فأولاك في العذاب مفضلون فسبحان الله حين تمسون وإن تصبحون ولبن الحمد في السماوات والأرض الرعاشية وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي والحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياتي أن خلقكم الترابي وثم إذا أنتم شر تنتشرون من آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلوا لكم موادة ورحمة إن في ذلك لآياتكم يتفكرون من آياته خلق سماوات والأرض واختلاف والسناتكم والواني ومن آياته من ناركم بالليل والنهار وإتغاءكم من فضله إن في ذلك لآياتكم يسمعون من آياته يريكم البعض وخفر وطمعه وينزل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآياتكم يقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض لأنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كلهم قانطون وهو الذي يبدو خلقكم ويعيده وهو أهون عليه وله المثال الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هلكم مما ملك ثمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء لخفوهم كخيفتكم وأنفسكم كذلك نفصل الآيات لكم يقلون بالتبع التي نظلم أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضم الله وما لهم من ناصر فاقم وجهر الدين حنيفا من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وتقوموا وقموا الصلاة ولا تكونوا من المشيقين من الذين فرفوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريفون وإذا مس الناس الضوء دعوا رفهم منيبين ليزهم إذا ذاقهم منه رحبة رضاقهم منه برب رشق ليفهموا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانهم فهو يتكلم كما كان بيشقون وإذا أبقى الناصر رحمة من فرحوا بها وينكسرهم سيئة بما قد بتأيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يرسل الرزق لمن يشاء ويقدرين في ذلك لأتنكم يؤمنون فآتنا القربى حقه ومسكين ونسبيل ذلك خير للذين يريدن وجه الله وأولئكهم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يروا عند الله وما آتيتم من زكاة تدرون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميدكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعلوا من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عندما شركوني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يدي الناس يزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعونكم سيروا في رضي فاندون كذا كان عقبة الذين من قبل قبل كان أكثر أكثرهم مشركين فآقل واجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يذن يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحهم فلأنفسهم يمهدون بيجزي الذين أبنوا من صالحات من فضله إنه لا يحيب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم من رحمته وللتجري الفلق في أمره ولتبتقون من فضله ونعلهم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم الذي يرسل الرياح فتثير صحابا فيوسقهم في سمائك فيشاء ويجعلهم كسفا فترى الوضع يخل من خلاله فإذا أصابهم من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا قبل أن ينزل عليهم من قبله المؤلسين فانظر إلى آتار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتا وهو على كل شيء قدير ولئن أفصلنا ليهم فرأوهم أصفر غلطة من بعد يفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع سمى الدعائف والمذنرين وما أنت بهذه عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتها فهم مسلمون الله الذي خلقت من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة من ضعف وشعبه يخلق ما يشاء وهو العلم القدير ويولدهم ساعة عشر المجرمون فلبثوا غير ساعة من كذلك كريم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتدون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآياتها يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا بوطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقمون صلاة ويؤتون زكاة وهم بلادهم يقلون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المطلحون ومن الناس من يشرينا والحديث لغل عن سبيل الله بغير علمه وتخذها أولئك لهم عذاب مهن وإذا كنا عليه آياتنا ورنا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأهم ففشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا صالحاتهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهم العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عملهم ترونها وانقافل رواسي أن تميد بكم ومبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ما أنفمتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل افعلمون في ضلال مبين ولقد أدينا لإثمان حكمة نشكر من الله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال متمال لإذنه وهو يعيبهم يا بني لا تشك بالله إن الشرك لطل منظم ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهلا على وهنه وفصاله في عامين ينشكرني ولوالدين كليا مصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا بيلي ثم إلي مرجعكم فونبئكم مما كنت تعملون يا بني إنها إن تكم اتقان حربات من خرد لهم فتكم في صخرة وفي السماوات وفي الأضلئة بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أكن صلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصوح إن خدتك للناس ولا تمشي في نوض مرحا إن الله لا يحب كل مختار من فقور وقصد فيه مشيك وابضغ من صوتك إن أنكر الأصوات صوت حمير ألم تأو أن الله سخرك ما في السماوات وما في النوض وأصبغ عليكم نعمهم ضايلة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا أهدا ولا كتاب منير وإذا قلت لهم اتبعوا ما أنزل الظالم قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان شيطان يدعوه من عذاب سعيد ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محصن فقد استلتك بالنورة الوثقى وإلى الله عاكبة الأمور ومن كفر فلا يحين ككفر إلينا نرجعهم فننبعهم بما عملوا إن الله عليهم بذات سدور نمتعهم للقريرهم ثم نضطرهم من عذاب غني ولئذن سأنتهم من خلق السماوات ورغ يقولون الله قل الحمد لله من أغفرهم لا يعلمون أن الله ما في السماوات ولوظه إن الله هو الغني الحميد ولو ألونا في الأرض من شجرة أغلامه والبحر يمدهم ببعدي سماوات ومطر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا أغفكم إما كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يولج ليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى جري مسمى وأن الله ما تعبرون خبير ذلك لأدن الله ما هو الحق وأنه يدعون من دونه الباطئ وأن الله هو العديد الكبير ألم ترى أن أدنك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إذن في ذلك لآيات لكل صبري وشكور وإذا غشيهم موجه كذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا رجاهم إلى البر فمنهم مقتصدا وما يلحد بآياتنا إلا كل خطر كفور يا أيها الناس تقول ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا بيوده أجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغررنكم الحياة الدنيا ولا يغررنكم بالله الغرور إن الله عنده علم ساعة وينسل المغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدام وما تدري نفسه بأي أبو تموت إن الله علم قبير ألف نامين تننزل الكتاب فيه من رب العالمين أن يقولون أفتراهم بل هو نحق من ربك لتنذلك وما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم سوا على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم ينكر مقدره والفسنة مما تعد ذات تعاليم الغريب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسنكم الشيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ما إمه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأرصار والأفتر قليلا ما تشكرون وقالوا أن إذا ضعناهما في الأرض أئنا لفي خنق جديد بل هم بالنقاء ربهم كافرون قل يتوفى كل ملك الموت الذي ممكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذن مجرمون لكسر رؤوسهم عنا ربنا رسرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا منطنون ولو شيئنا لا تيناكم ننسي نهداها ولكن حتى القول مني لا أمن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد مما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمل ربهم وهم لا يستكيون فتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم ففوطا وعا ومما رزقناهم يفقون فلا تعلموا نفسهم ما أفلهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمن منك من كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جرنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأمن الذين فسقوا فمأواهم النار لما أرادوا أن يخلوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دقوا عذب النار الذي كنتم تكذبون وله ذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكثر لعلهم يرجعون ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقلون ولقد أتينا نوسى الكتابة فلا تكونوا في مدية من نقائه وجعلنا هذا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيات لا ينقلون إنا ربك أهو يحصل بينهم بأمرك أمرك ما كانوا فيه يختلفون أولا يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمسون في مساكنهم من القرون يمسون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولا ولو أننا سوق الماء إلا الأرض الجروج فنخرج به زرعا وتأكل منه أنعام ومنفسهم فلا يسر ويقولون ماتاهد الفتح إن كن صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم ومنتظر إنهم منتظرون يا أيها النبي اتق الله ولا تتعي الكافرين والمنافقين إن الله كان علم الحكيم واتبع أيها إليك من ربك إن الله كان ما تعمل خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبه في جوفه وما جعل أزواجكم الله تطاهرون منهم إن أم هاتكم ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم يفاهكم والله يكون من حقا وهو يهدي السبيل أدعوه لآبائهم هو أخصد عند الله فإن أن تعلموا آباءهم فيخوائكم في الدين ومواليكم ورس عليكم جناحهم فيما خطأتوا به ولكن ما تعمل قلوبكم وكان الله غفور رحما النبي أولى أجر المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الله يقولون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأصوار ولغت القلوب الحناج وتذنون بالله الظنون هناك المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا وعد الله رسول الله غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهلا يثرب لا مقفى لكم فارجعون ويسأذئ فريقهم منهم النبي يقولون إنه يتنعورا وما هي بعورة يريدون إن خرارا ولو الخنت عليهم من قطارها ثم سعيدوا خدنة لاتوها وما تنبكوا بها إلا يسرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهد الله مسؤولا قل لي منفعكم من خرار فرات من الموج من قدل وإذا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد ياله الله وعنو أكين منكم والقائلين لإخوارهم أنهم إلينا ولا يأكلنا البأسين قليلا أشيحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدروا أعجرهم كالذي يوش عليه من الموت فإذا دهنا الخوف سنقوكم بأنسنات الحزار أشيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحذط الله أعماله وكانت أنك على الله يسيرا يحسبون أحزاب لم يذهبوا وإيجاد الأحزاب يودون وأنهم باتوا في العراب يسألون عن أنبائكم ولو تعلموا فيكم ما قدروا لا قدر لقد كان لكم في رسول الله يوصف حسنة لمن كان يزوغاه ويوم آخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون أحزاب قالوا هذا ما وعد الله رسوله ما وعد الله ورسوله وصدق الله رسوله وما زاله إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجالهم صلاتوا وعاهدوا وعليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أم يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينقيرا وكفى الله المؤمنين القتاع وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من أهل الكتاب من صيصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا وتكتلون وتأسلون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن حياة أبنى وزينتها فتا علينا واتعكن وسرحون صراحا جميلا وإني كنتم تردن الله ورسوله ودار الأخرة فإن الله عدى من مرسنات لنكن أجر نظمة يا نساء النبي من يأتي إن كن بفاحشة مبينة يضعف لها نعذب غيفين وكان ذلك عن الله يسيرا